اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنسام وعمار الاسبوع اللي فات اتكلمنا وابتدينا حدثنا حولين الاستعمار اتكلمنا عما هو الاستعمار عن ماضينا احنا الاستعماري واتكلمنا عن الاثار الاجتماعية والثقافية للاستعمار الحديث في منطقتنا النهاردة عايزين نستكمل حديثنا نتكلم على الاثار السياسية والاقتصادية ومسؤولية الاستعمار على الواقع اللي احنا عايشين فيه ثم ننتقل للحديث عن امكانية عودة الاستعمار لكن هذه المرة بشكل مختلف ربما يأتي من الشرق ايه رأيك عمار؟ والله هو الاستعمار سيأتي من الشرق على ما يبدو بلشت يطل الأول بلشت اول اطلالة له بالحقيقة تظهر على الساحة بدول مثل سوريا وليبيا ولازم نكون بالحقيقة على حذر مما نتمناه يعني في كتير ناس بيتمنوا انه بدون نروحوا على الشرق ويتوجهوا نحو الشرق لازم بالحقيقة يكونوا اكثر حذرا لانه الاستعمار ببال استعمار سواء اجاب من الشرق والاستعمار الشرقي على الاقل يعني ما في ديمقراطية ما في حقوق ما في اي التزامات ما في اي ضغوط شعبية ممكن توقفه بينما بالغرب دائما في عندك ضغوط ومشان هيك انتهت التجربة الاستعمارية الغربية الى درجة كبيرة يعني لما نتكلم عن الاستعمار دايما اي حديث عن الاستعمار يبتدي ببكائية سايكس بيكو كعكة الدولة العثمانية في بداية القرن العشرين كانت القوى العظمى تطمع في التهامها كلفت بريطانيا وفرنسا اثنين من امهار الطباخين لديهما بتقسيم هذه الكعكة مارك سايكس وجورج بيكو الوصفة السرية تبدأ برسم خط من حلوى عكة الى حلوى كركوك فرنسا لها حق التهام ما فوق الخط وبريطانيا تستولي على ما يقع تحته اه نسينا قطعة الفاكهة اللذيذة طباخ بريطاني اخر يدعى ارثر بالفور وعد اليهود بهذه القطعة بالذات يعني مثل ما شايفين بالفيديو بالحقيقة المشكلة مو بس انه بكائية هي بالحقيقة الاسطورة اللي حاطينا يعني حتى ما في عنا فهم لكيف ساكس بيكو بالحقيقة لا 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 انا في حاجة عجباني الاول يا عمار فكرة اصلا ان المنطقة دي تورطة ياخي لو دي تورطة ما للسم يبقى شكله عامل الزعي يعني يعني والناس اللي بتتخاني على الكيكل حلوى ايه وجه حلواتها بس عشان ابقى عارف يعني مرك حلو على ما يبدو ما لك سمع انتهي الغنية بالحقيقة يعني ساكس بيكو كان انتفاقية معقدة مبدئية بالحقيقة صارت كان مفروض روسيا يكن لحصها كان مفروض ايطاليا يكن لحصها وهي نتيجة طبيعية بالحقيقة لانه في عندك امبراطورية توقع الناس انه حتسقط صلى فترة طويلة بالحقيقة عم تعيش بطور الاحتضار صراع امبراطوريات بمرحلة طويلة كانت بالحقيقة الامبراطورية العثمانية حليفة للامبراطورية الفرنسية على مدى اكتر من 250 سنة من ايام سليمان القانوني لعند الغزو الفرنسي والحمل الفرنسي على مصر كان في عندك حلف طويل وكبير يعني فمو بس انه حلف ما بين دول اوروبية ضد امبراطورية العثمانية لا الامبراطورية العثمانية بمرحلة ما كان عندها دولة قوية اوروبية حليفة صراع امبراطوريات وفي النهاية قسرة الدولة العثمانية رقم واحد ان ده بيحصل بعض الحربة العامية الاولى طبيعي ان الدول المنتصرة ابتدت تأسم هذه الامبراطوريات اللي ما كانتش وضع طبيعي يعني ليس الوضع الطبيعي في العالم الحديث ان يبقى فيها هذه الامبراطوريات بل ان مع الافكار بتاعة الحرية وحق تقرير المصير كان طبيعي ان بعد الحرب العامية الاولى يبدأ هذا مش بس حصل الامبراطورية العثمانية حصل كمان للامبراطوريتين الاخرتين اللي خسروا الحرب العامية الاولى الالمان والنمسا الامبراطورية بتاعة الهابسبيرج نتج عنها دول زي تشيكوزلوفاكيا زي الماجر كل هذه الدول اللي نشأت نتيجة نهاية الحرب فالمنطقة العربية لم تكن هي الوحيدة اللي شاهدت حاجة زي كده يعني هو بالضبط نحن بدنا ننظر للموضوع من منطلق بانه نحن مالنا استثنائيين وننظر للعالم الاخر وشو عم نصير فيه ونعرف انه ونتعلم من التجارب اللي صارت فيه لما نحن مننظر بهذه الطريقة الموضوعية منشوف حالنا مالنا استثنائيين ما منحط حالنا ومنقدس حالنا والعالم كل هذا يتمحور حولنا منحسن نفهم اكتر التفاعلات التاريخية اللي صارت يعني اتفاقية ساكس بيكو صحيح بالنهاية بعد الحرب العالمية الأولى فرنسا وبريطانيا كانت هنن اللي صبق بالموضوع وهنن اللي تقسموا هاي الأراضي بس وعطوا وعود بريطانيا بالذات عطت وعود متناقضة مثلا بس هذا كمان شي طبيعي دولة بحالة حرب عم تحاول تبني تحالفات لحتى تحسن تفوز بهذه الحرب انه تدخل باتفاقيات يكون فيها نوع من التناقض بالنهاية لما اجا وودرو ويلسون على الساحة وبلشنا نحكي بعصبة الأمم ومحاولة مثل ما انت ذكرت سابقا تقرير المصير وعطاء الشعوب مجال لانه بالحقيقة يكن لصوت بالموضوع دخلنا بمرحلة إسماء انتداب ومو مرحلة استعمار عادي لانه كان مفروض يكون فترة وبالنهاية الشعوب هي اللي تقرر اذا كان بدا تكون جزء من الكاملويلت البريطاني او الفرنكبونية الفرنسية او لا لا التهمة للمواجهة ان هم اسموا الدول وخلقوا دول من لا شيء زي ما بيقول القذافي لماذا خلقوا تونس لماذا خلقوا ليبيا لماذا خلقوا الجزائر لماذا خلقوا سوريا لماذا لكي تبقى هذه الامة مشلولة غير قادر على توحيد الماء غير قادر على توحيد الغذاء غير قادر على توحيد اليد العاملة غير قادر على توحيد حتى فكارها ولماذا تبقى يريدون لها أن تكون مشلولة لكي يتمكنوا هم فقط من العمل بجدية أما نحن نكونوا مشلولين يعني القذافي بيتساءل أننا ما كناش نعرف حاجة اسمها تونس ولا حاجة اسمها ليبيا ولا الجزائر ربما كانت هذه الأسامي الدول أو سوريا هي أسامي حديثة رغم أنه طبعا فيه أصول لكل هذا بس الواقع بيقول أن الاستعمار مش أسم دول كانت متحدة في الطاعة واحدة بل بالعكس ربما أنه هو خلق دول من عدة ولايات متناسرة يعني لو بصينا للوضع الليبي الوضع الليبي كان عندنا حكم مختلف في برقة في بنغازي في طرابلس تم توحدهم فيما يسمى ليبيا لو بصينا الوضع في سوريا اللي استعمار أسم سوريا كبرى هو أنت أصلا كان فيه سوريا كبرى أنت كان عندك ولي عثماني موجود في حلب ولي عثماني موجود في دمشق حكم لطرابلس حكم بيروت كل المنطقة كانت أصلا متأسمة تبقى للولايات العثمانية المختلفة فإزاي بتتهموا الاستعمار أنه هو اللي أسمها يعني هي بالحقيقة الاستعمار عمل هندسة جديدة خلينا نقول البيطانيين والفرنسيين تتوافق مع مصالحهم بس هو ما كان إلا علاقة بتأسيم دول مثل ما أنت ذكرت كان إلا علاقة بالمحاصصة وكيفية إدارة الولايات اللي هن ورثوها من الامبراطورية العثمانية وحاولوا بالحقيقة يعني الفرنسيين مثلا بسوريا حاولوا يمكن المخطط الأول كدولة بالساحل دولة بجبل دروز يمكن كانت هاي بالحقيقة أقرب للواقع المعاشر الديمغرافي بهذاك الوقت الطرح القومي اللي انطرح أنه سوريا تكون بهذا الشكل تحت ضغط النخب بدمشق وحلب بالحقيقة يمكن من نوع من الحنين للدولة اللي وجدت بعام 1918 وكان مركزة دمشق محاولة تجميع هاي القطع ما كان طرح منطقي بالحقيقة بعكس الاتهام اللي بيوجده القوميين والإسلاميين اللي المنطقة تقسمت هو الفرنسيوين والانجليزي خلقوا حاجات يعني أكبروا السنة والشيعة والأكراد اللي هم يعيشوا مع بعض في العراق وبعيدا عن خرافة اللي الأمريكان هم اللي خلقوا هذه التقسيمات بعد ما جمب في 2003 الواقع بيقول إن العراقيين نفسهم يعني لما بنقرأ برقيات العراقيين لعصبة الأمم الجاهة الموجودة قبل الأمم المتحدة شكاوي الشيعة إن زي السنة واخدين حقوقهم في دولة زي العراق الواقع بيقول إن المنطقة مقسمة أصلا نتيجة قرون وقرون من التقسيمات العرقية والدينية والقمع اللي كان موجود فيها الأكثر من كده في نقطة مهمة جدا بنحب يعني نسألها ليه اللي بيطرحوا ده وما توحدتوش ليه يعني الاستعمار رحل بقله خمسين ستين سنة طالما أنتو بس الحدود دي خلقها الاستعمار ما توحدتوش ليه سؤال بالحقيقة بمحله وبيدلك على إنه بالنهاية النخب المحلية كان لرغبات مختلفة النخب السياسية اللي طلعت غير الخطاب القومجي اللي هن لعبوه وهذا الشيء هي اللي بالحقيقة اللي لازم ننظر له نحن منفكر حالنا إنه نحن بس ضحايا وعم نطلقى نتائج أفعال الآخرين تجاهنا بواقع الأمر نحن كنا مشاركين بعدة طرق عن تشكيل الواقع اللي عم نعيشه حاليا شاركنا بتشكيل بالحقيقة شو الدول اللي بدا تطلع بعض الاستقلال نحن اللي أصرينا إنه تكون سوريا بهذا الشكل العراق بهذا الشكل والطبيعية ولا مش طبيعية عمار في الآخر الناس حبوا يحافظوا عليها والأنظمة نفسها حبت تحافظ عليها بعيدا طبعا عن طرح بتاع إنه ده بكو سبب استمرار مؤامرات الاستعمار اللي متسببها إنه احنا يا حرمش قدين نتوحد أصيحنا طبعا على رأي الأغنية حلوين من يومنا والله وقلبنا كويسا يعني ما فيش مشكلة من ناحية مخالص آه يا حيات مكاوي انت بس خلينا ننتقل للحديث حول الأثار الاقتصادية للاستعمار طبعا التعام الموجه والتعام حقيقي إن الاستعمار جيه واستغل قدرات هذه البلاد الاقتصادية وده كان واضح أكتر مثالي في اللي حصل في أفريقيا ونموذج الكونغو من 19 عام بلجم's king leopold قدرات الكونغو كم مخالصه كم مخالصه كم مخالصه كم مخالصه كم مخالصه ونموذج الناس أيضا يعني ما في مجال لإنكار بالحقيقة إنه الاستعمار الأوروبي ومن قبله الغزو الغزوات اللي كانوا تعملها القبائل العربية والإسلامية والدويلات المختلفة اللي كانت موجودة كتير أثرت سلبا على أفريقيا يعني النهب كان ممنهج وكان بشع وكان قاسي لأنه ارتبط كمان بنظرة عنصرية تجاه الشعوب الأفريقية فما في مجال لإنكار هذا الشيء أفريقيا عانت وما تزال تعاني بالحقيقة من آثار التركة الاستعمارية ربما كان أكتر حاجة تسرقت من أفريقيا هي أولادها بمعنى عملية التجريف للبشر اللي كانت بتتمي في شكل العبيد اللي كانوا بيتخده سواء من قبل يعني المنطقة العربية الإسلامية أو اللي كانوا بيتخده لدول أمريكا الشمالية والجنوبية التجريف الممنهج للبشر ده كان شيء طبعا ربما أكتر آثارا من إنك مجرد أخبت شوية معادي لكن بعيدا عن الاعتراف بجرائم الاستعمار في أخذ الصروات بتاعت الشعوب السؤال المهم هنا هل الاستعمار هو سبب تأخرنا الاقتصادي؟ الإجابة لا بمنطقة البساطة إن إحنا الاستعمار رحل عننا طب لو كان هو سبب التأخر الاقتصادي ما تقدمناش ليه لغاية النهاردة؟ احنا تكلمنا في الفقرة الأولى عن أثار الاستعمار القديم السياسية والاقتصادية حقيقة نتكلم عن عودة الاستعمار طبعا الحديث حول عودة الاستعمار ليس جديدا تماما بمعنى طول الوقت الزعماء الوطنيين في المنطقة كانوا بيتكلموا عن إن الاستعمار بيحاول يرجع إن الاستعمار ليه أعوان وأزناب بيشتغلوا وسطنا فالحديث ده متكرم لكن النهاردة الحديث ده أصبح ليه شكل أخر وأهم لكن خلينا نبتدي من الاستعمار الأول للمتهم وهو الغربي إن أمريكا بالذات مع بعض دول أوروبية بتعود للاستعمار في المنطقة والنموذج العرق طبعا يعني هاي القصة بالحقيقة صلنا من عام 2003 وعم نخوض فيها عم تخلط الحابل بالنابل بالصرف النظر عن نظرتك للأسباب اللي دفعت أمريكا للتدخل بالعراق سواء كنت مع أو ضد بس بالنهاية تسميتها بإنه استعمار في خلط كتير كبير لأنه من البداية أمريكا عم تقول إني أنا جاي بدي أغير نظام واضح ما في أي إنكار لهذا الشي بس كمان بدي أطلع ما لي جاي لأستقر جاي لحتى أنا كجزء من أجندة تغييرية بالعراق بالذات إذا إنت أصدق إن الأبطال مش هما اللي أكبروا الأمريكان على الخروج ومثل هذه الأمور اللي إحنا بنصدق فيها إحنا مش قابلين فكرة إن زي ما أنت بتقول أمريكا كانت جاية بمهمة محددة وإن أمريكا ليست راغبة في احتلال العراق يحتلوا يعملوا بي إيه طيب فالأمريكان علشان كده كان طبيعي جدا إن هما يخرجوا من العراق بعدها بل إن إحنا اللي نستدعيهم مرة أخرى ونقول لهم لو سمحت تعالوا أول ما داعش سيطرت على الموسي بالضبط فعمليا يعني أحيانا نحن من نسبة البروباغاندا هالي تقال عنا بالغرب تجاهنا إنه إحنا الآن مجاهزين لحتى نحكم حالنا يا منجيب قاضي مستبدين يتحكموا فينا يا أما منغيب كل الحريات سواء بالنسبة للأقليات أو الأغلبيات يا أما منفشل فشل زريع ومنطلب من الاستعمار يأتي ويدعمنا بشكل أو بآخر طبعا أنا مالي معوجة هاي النظر بس لأن الواقع على الأرض معقد أكتر من هيك بس لحد هلأ من بعد ما صارت التجربة الاستقلالية نحنا ما زلنا عم نفشل في إدارة شؤوننا والسبب من الاستعمار السبب هو المشاكل المحلية اللي نحنا عم نتعامى عنا تغييب الحقوق تغييب الحريات فساد استبداد مشاكل مناطقية تنوع ما عم نعرف كيف نديره هاي هي المشاكل اللي نلازم نواجهها وطبعا الحديث حولها أن الأمريكا واستعمار العراق والكلام ده مرتبط بأن أمريكا كانت جاية علشان تاخد نفط العراق كأن أمريكا محتاجة نفط العراق أو كأن ده اللي حصل يعني الشركات الأمريكية لم تحصل هي على عقود العراق لوحدها بل حصلت على عقود كثيرة جدا بل أخلابيتها شركات غير أمريكية شركات روسية شركات صينية فرنسوية شركات من دول مختلفة وبعدين النقطة الأهم من كده هل أمريكا نهبت العراق؟ لو أنت بتدور على الفلوس اللي تنهبت من العراق مش مفروض أنك تدور عليها في واشنطن البحث عليها يجب أن يتم مع نوري البالكي مع عائلات برزاني وطالباني أو يتم البحث عنها في طهران أو بالأخص في قم لا 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 تتعدى عزيزي على القداسة الإيرانية بالمنطقة إيران رح نرجع لها شوي تانية لأنه مشروع الاستعماري حلال مع كل مشروع استعماري آه طبعا اللي هو علاقة بمنطقتنا حلال استعمار بينات بعضنا خلينا مع الاستعمار التخيلي مع استعمار اللي الناس بتكلم عنه أنه لم يعد هو سياسي ويحتل دول بل أصبح اقتصادي عن طريق البنك الدولي أنا ما أثق في البنك الدولي وأعتقد أن البنك الدولي وأقولها بكل صراحة رغم أن الحكومة قطة كل مشاريعها ببطنة البنك الدولي هو جناح من أجنحة الاستعمار وجناح من أجنحة تدمير الثقافة في أي مجتمع يتخلق وجناح من أجنحة السيطرة والهيمنة على الدول يعني غريب بوضع هذا الفيديو بالحقيقة حتى هو بيستلسل فيما بعد ويقول أنه ماليزيا ما تبعت توصيات البنك الدولي وكانت ناجحها وأنه رئيس الوزراء الماليزي معروف بأنه هو كان ينتقد التوصيات اللي يجتوا من صندوق النقل الدولي إلى آخره أولاً عم يخلط ما بين البنك الدولي وصندوق النقل الدولي وهذا الشيء كتير معتاد تانياً العلاقة وصندوق النقل الدولي والبنك الدولي علاقة متزال مستمرة وقائمة وإيجابية وهي أحد أنجح العلاقات بالحقيقة التنموية المعروفة لا ما إحنا لازم الغرب يبقى بيتأمر علينا مش مهم الموضوع المهم أنه في مؤمرة غربية وهي السبب في كل المشاكل اللي احنا فيها عمرنا ما عايزين نبص قدام المراية ونعترف بمشاكلنا لكن بعيداً عن هذه النظريات فيه النهاردة عندنا استعمار واقعي أصبح يجي ومداني إحنا بتدينا الكلام حوالين الاقتصاد يبقى لازم نتكلم على الصين والدور اللي بتلعبه في المنطقة عندنا النهاردة مش استثمارات فقط صينية عندنا نموذج متكرر بيحصل في بلاد مختلفة في أفريقيا وابتدى في منطقتنا الصين بتديك قروض قروض ميسرة قروض بمبالغ رهيبة ولكن مرتبطة بالسيطرة على الأماكن الاستراتيجية اللي في بلدك زي ما عملوا بالضبط في سري لانيا في سري لانيا لانيا أربعهمت عمطة بلدك لفترة الضوارية أول عدد المفتوط من الأراضيين. في عام 2017، كان أكبر أن سري لاناك لم تنطف عن العلاج، لذلك يسرحوا للحفظ للحفظ لكين أمشارك عدد أبناء من الواضحة من 99 يرات. لكين أمشارك العدد المستقبل على حفظة العقائية الواضحة في حفظة الواضحة لكين أمشارك عدد أبناء من 40 يرات أبناء ميانمار، وأيضاً قدمت تتكلم برعب التقوية لحفظة الحفظة في جبوتي. استغلال عدم قدرة الدول على الدفع أو على إدارة الخروض بشكل جيد لحتى تسيطر على مواقع جدا حيوية في مخطط الصين يتمشي عليه مخطط في الحدود البحرية لتأمين بالحقيقة خطوط النفط والغاز الطبيعي وأي أنواع التجارة التي الصين تتخيل حالها ستنخرط فيها أكثر وأكثر بالمستقبل القريب وفي نفس الوقت طريق الحرير البري والبحري في مخطط واضح ومعلن الشيء العجيب أن هناك ناس يتبص للصين أنها نموذج جيد ويخرج علينا حسن نصر الله ويقول لك أننا نتجه شرقا وأن الشركات الصينية تأتي تشتغل عندنا التخيلات التي تخيلها أمريكا الشيطان الأكبر والصين الملاك الجميل هذا تخيل ليس له أي علاقة بالواقع لو في نموذج أقرب إلى الاستعمار القديم هو النموذج الصيني مش بس حتى في الاستغلال الاقتصادي بل بنجد استيطان صيني بيحصل من خلال بعث الأيدي العاملة أو الأعداد المهولة اللي عنده بيحاول يخش بها يتشتغل في هذه الدول وتبتدي تعيش في هذه الدول ما هو هذا النموذج ده هو اللي بيمسل خطر فعلي وبالنهاية الصين بالحقيقة يعني تصدير شرائح واسعة من شعبها هي بحاجة لهذا الشي لأنه مرح تحسين تأمل فرص عمل للجميع بالحقيقة بالصين يعني هاي هي أحد الشغلات اللي لازم ننتبه لها بالعقود القادمة وهو أن الصين فيها فيها الدوافع وعوامل موضوعية للتوسع بعد الثورة في مصر كان عندك لحظة البعاء جائلين كلهم البعاء اللي بيخبطوا على البيوت عندك كانوا كلهم صينيين يعني تمت خلف بلد زي مصر حجم هذا التغلل الصيني لكن لو الصين عندها إمكانيات اقتصادية بتسمح لها أنها بتلعب مثل هذا الدول أو تدخل من باب الاقتصاد روسيا ما عندهاش هذه القدرات الاقتصاد الروسي هو اقتصاد ضعيف روسيا النموذج بتاعها الاستعماري في المنطقة هو أكثر فجاجة في شكله العسكري روسيا ما تزال إلى الآن دولة قائمة على الاستيطان والاستعمار في عندك جمهوريات كاملة عندها مقومات الاستقلال رغبة بالاستقلال من نحكي عن الشيشان صحيح الوضع فيها مستقر من الناحية النظرية بس قامت حرب طويلة أهلية أهلية تعتبر بالحقيقة احتلال روسي إعادة تأكيد وجودها بمنطقة الشيشان شعب طالب باستقلاله بمنطقته التاريخية اللي معروفة من قرون اللي بيشكل فيها الأغلبية الصاحقة ومع ذلك روسيا منعت هذا الشيء لا اعتبارات اقتصادية بحتية اعتبارات نهب للثروات يعني احتلال روسي لسوريا لا يمكن انكاره النهاردة بشار الأسد هو موظف عند اللي بيشغلوا الروس وعندنا مندوب سامي روسي بيحكم سولي عندنا النهاردة فرق عسكرية من المرتزقة الروس اللي بيحربوا في ليبيا عندنا هذا الشكل العسكري الفجر اللي بيتخيل ان ده أحسن من الأمريكان وان هو ده اللي هينقذنا يعني هنقول له ايه جود لك بس انت اللي هتكتشف الواقع بعد كده لكن لو هي دي المشاريع الدولية المشروع الصيني الأكثر قدراتها نتيجة قدراته الاقتصادية والمشروع الروسي المرتكز إلى القدرات العسكرية لفضل من الاتحاد السوفيتي عندنا مشاريع أيضا امبراطوريات إقليمية في شكلها التركي وشكلها الإيراني ولا ايه عمار؟ يعني احنا شايفين هذا الشيء واعتقد الكل عم يحكي بهذا الشيء بس للأسف الشديد بدل من سامي الأمور بمسامياتها في بعض الناس المطلق طائفي بحث هذا اللي بيرحلك بيدافعلك عن المطامح التركية وهذا اللي بيدافعلك عن المطامح الإيرانية والكل بيحاول قوننا بس هون بالحقيقة بنيجي لموضوع مرة تانية شوي خليني ساميه فلسفي انه الدول على ما يبدو ما تزال الموضوع بقى نكتة عمار انت شفت المظاهرات اللي في لبنان اللي مؤيذة لأردوغان وبتهجم الأرمن يعني احنا وصلنا لمستوى من الجنين ان احنا بنغيز الناس يعني ليه مجموعة من اللبنانيين السنة يتبنوا كراهية للأرمن في خدمة مشروع تركيا هو الأترك أصلا هينقذوا سنة لبنان بس خلينا هون النقطة اللي كنت عم حاول بالحقيقة أعملها هو انه في عندك لسبب ما بالتركيبة الجينية للدول على ما يبدو طموحات الاستعمارية والتوسعية موجودة يعني ايران تطلع على الصاحة هلا كيف تتعلن عن وجودها لازم تدخل بشؤون الدول الأخرى والداخلية وتثبت وجودها عسكريا نفس الشيء تركيا هل هو في الدول أم في المشاريع وفي الرجال يعني هل هو مرتبط بإيران الدولة أم هو مرتبط بإيران الصورة الإسلامية هل هو مرتبط بتركيا الدولة وطموحاتها أم بأحلام رجل يتخيل نفسه سلطانا عثمانيا بالضبط أعتقد هذه هي النقطة جدا هامة لأنه لما بالدول لأنه كمان لما تنظر للهند مثلا هلأ ما عم تلاقي فيها هالطموحات الاستعمارية اللي عم تشوفها بإيران وتركيا وإن كان لما تنظر للوضع بكشمير كمان تسأل حالك إنه شو القصة هونه فأنا برأيي إنه في عندك ظاهرة معقدة ليش الدول بتحاول تتوسع في عندك البعد الإيديولوجي اللي موجود والأحلام اللي موجودة عند أردوغان أو خامنئي بس في كمان عندك أحيانا أمور الأعلاقة بتوازنات داخلية الأعلاقة بمصالح اقتصادية مشان هيك تقييد هاي الظاهرة ما رح يكون سهل بالمستقبل الوضع واضح قدامنا والنتيجة واضحة قدامنا لبنان دولة تحت الاحتلال تحت الاحتلال الإيراني بمنطقة الوضوح سوريا دولة تحت الاحتلال تحت احتلال روسي إيراني مشترك والأراء دولة قرار فيها تحت الاحتلال أيضا تحت احتلال إيراني مسيطن على هذه الدولة وبيستنزفها عشان كده الحديث حول عودة الاستعمار وعن أثار الاستعمار لازم يبص على هذه المشاريع الإقليمية اللي بتهدد المنطقة فعلا بعودة الاستعمار بكل عيوبه ونلتقي بكم في خلقة قادمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر